لليوم الثالث على التوالي تشهد مدينة سبها هدوءا حذرا بعد اشتباكات دامت لأكثر من عشرين يوما بين قوات اللواء السادس وقوات التبو المتحالفة مع عناصر المعارضة تشادية والسودانية التي تحاول السيطرة على مقرات اللواء الذي يضم العسكريين وثوار المدينة الجديد خلال هذه الايام الثلاث هو اصدار مجرم الحرب حفتر قرارا بالتدخل عسكريا في الجنوب محززا ذلك بارسال تعزيزات عسكرية متمثلة في دخائر ومعدات مختلفة من اجل بدء عمليته المزعومة يأتي قرار حفتر في نفس اليوم الذي اجتمع فيه رئيس المجلس الرئاسي المقترح مع عدد من القادة الامنيين بطرابولوس للتباحث حول ازمة الجنوب وبسط سيطرة الدولة على ارضها بحسب البيان وذلك بارسال تعزيزات وقوات عسكرية لحماية المنطقة العسكرية سبها وتأمين حدود الجنوب الكثير يبدو تخوفه من ارسال الطرفين لقواتهما الى الجنوب بغض النظر عن القضية التي تحدث في الجنوب ايا كانت وهو نابع من اختلاف مصالح الفريقين على الخارطة السياسية في البلاد والانقسام السياسي والمؤسستي الذي نجم عن هذا وفشل مساعي الحوار بين الطرفين وما يقع تحت سيطرتهما من اسامن مؤسسات سياسية وامنية متعددة وعن الجنوب والصراع في سبها فقد اكد عضو المؤتمر الوطني العام عبد الوهاب القايد للتناصح بان المرتزقة في الجنوب موجودون وقد استخدمهم حفتر بنسبة 90% وان الصراع في سبها هو صراع قبلي داخلي اشتركوا في القناة